اللي مرض جنون العظمة تقريبا هو عبارة عن فيروس بينتقل بسهولة يعني أنا قبل مبدأ الحلقة على طول كنت على تويتر فشفت فيديو للشخص اللي اتكلمت عنه في مقدمة الحلقة اسمه أحمد الطهري فلاقيته قاعد بطريقة غريبة جدا كده بيتكلم بتعالي مش عاب مدي كتفه كده للمزيعة وعينه ما بيبصلهاش وحاجبه ده بيطلع بيلم الشعر وبينزل تاني في حالة معاناة متلبسة كده هو الرجل رئيس تحريق قرارة الإخبارية والروزل يوسف وعباس كامل اداله الدول أخضر خلاصه الدعم فتلبسته حالة أصيبة بفيروس جنون العظمة من فخامة الرئيس المشير الركن عبدالفتاح سعيد خليل السيسي فبقى عندنا سيسي صغير في الإعلام اسمه أحمد الطهري بس هناك بقى في اندونيسيا فجئنا ان الفيروس ده انتشر لشخص ورجل أزهري اسمه أسامة الأزهري الراجل فجئنا ان شايلينه على كرسي وبيتمسحه في جزمته حاجة غريبة جدا حاجة مشهد ما شفناهوش ما شفناش عالم أزهري ولا شيخ أزهر حتى شفناه عاشي القصة دي قبل كده درجة انه هو الشيخ الشعراوي كان ليه وقعة مشهورة زمان انه يعني قال درس معان كده والناس ببسطت قوي ويعني تأثرت جدا فنزلوا شالوا العربية اللي هو كان ركبها رفعوها من على الأرض فهو مفوت في مشهد زي داي طلع لهم الجزمة زي أسامة الأزهري عشان يتمسحوا بيها الشيخ الشعراوي قاعد يستغفر ربنا وراح جامع ودخل مسح الحمامات قال لك أنا حستي ان نفسي يعني اعجبت بنفسها قوي فقلت ازلها واكسرها شوي لكن أسامة الأزهري عمل زي محمد هنيدي بالزبط أرجوك بلاش تبوس كوعي بلاش كتفي طب الجزمة لو سمحت طب ما تيجوا نشوف اللقطات الغريبة بتاعة أسامة الأزهري في اندونيسيا الأزهري محمولا على الأعناق في اندونيسيا وصل إلى مدينة لومبك الاندونيسية مع الوفد المرافق والمنشد المشهور مصطفى عاطف وسط استقبال جماهيري سيبك من الكلام ده هتولنا الصور يا جماعة لو سمحتوا سيبك من الدباجة أهو شفت بقى الأخ شايلينه على فتيه معرفش جايبينه منين ده والناس هنا بتتزحم شايلينه كده زي ما يكون رجل فرعوني من كهنة المعبد بتوع زمان وقاعده هيمد لهم الجزمة كمان شوية بلاش الجزمة طب بلاش تبوس كوعي أرجوك بلاش ركبتي نشوف الصورة اللي بعدها كده أه أهو بص حضرتك هنا الراجل هو مبسوط قوي وعمال يخبط على صدره سعيد وهنا الجماعة الطيبين دول شايفين راجل أزهاري جاي لهم فعنده يعني قدسية جميلة فبدأ ايه يطلع لهم الجزمة بتاعته هوا زي ما انتوا شايفين كده على الشمال والناس بتمسح على الجزمة واسمال أزهاري مبسوط قوي 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 نشوف صورة كمان اهو ده من ظهره بعدما الحشود يعني تقاطرت وشالته ومسحت الجزمة بتاعته اسمال أزهاري الحقيقة كان ليه تصريح غريب كده بيقولك ان التواضع في مرآة الشعراء ما تيجوا نسمع كده الرجل المتواضع في مرآة الشعراء ده كان بيقول ايه الابيات اللي انا اخترت ان ابدأ مع حضراتكم بيها هي قول الشاعر تواضع تكن كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع وطلع جزمتك وخلي الناس تمسح وتمسح عليها ما فيش مشكلة انا مش لاقي ساجع بس يمشي مع التوريع والتقريع اللي كان عمالي يتكلم فيه ده بس الشيخ اسامة الازهاري مبسط يعني عارف انت لو كلمت دلوقتي لو استضافت انا اسامة الازهاري فيقولي بس تسيبك انت انا كاسامة الازهاري مبسط برضو شاليني على كرسي وعمليني مساحه في الجزمة برضو لقطة حلوة يعني يعني عارف انت اللقطات دي بتعجب فخمة الرئيس المشير الرقل عبدالفتاح السيسي اللي هو كويس يا اسامة يا ابني برافو عليك انت تنفع شيخ ازهر يلا نشلك احمد الطيب عشان نجيبك مكانه حاجة جميلة الحقيقة موقع الاستقلال نشر تقريرا هذا العام عن الراجل ده عن اسامة الازهاري تعالوا نشوف كده التقرير ده بيقول ايه اسامة الازهاري مستشار ديني للسيسي داعم للثورة المضادة ويسعى لازاحة الطيب وبيمسحوله الجزمة بتاعته المفروض نزود دي في التقرير لانه الراجل دلوقتي خلاص هتبقى علامة من علاماته انه بيشيلوه عالكورسي وبيمسحوله الجزمة انا اتفهم ان انا مثلا كصحفي ممكن مثلا انشر صورة لحد شافني في الشارع واخد معايا سيلفي ممكن مثلا اكون بلعب في الجيم زي ما بعمل فمبسوط ايو انا بلعب بوكسنج فنشرت الصورة بس انا مش متخيل بامانة ان انا مثلا ماشي في الشارع فناس قاموا شايليني كده على كورسي وقعدوا اتمسحه في الجزمة بتاعتي فانا نشرت الصورة ده يا جماعة ده مرض يعني ده مرض انت بتنشر اه طبعا اي حد مشهور سيبك من انه شيخ بحب او انه ينشر صور الناس بتحبه بس مش كده انت شيخ ازهاري فانا بس منتظر الشيخ سلام يرجع لنا تاني فانت فكرة ان انت تنشر الصورة والناس بتمسح في الجزمة بتاعتك ده امر غريب او